من ناحية أخرى وجه رئيس سيسي مجلس النواب بإعداد قانون متكامل يعالب قضية الإجارات القديمة وقال رئيس سيسي إن قانون الإجارات القديمة يتسبب في تواجد حوالي مليوني وحدة سكنية شاغرة أنا حقول لكم وحقول لعضاء البرلمان موضوع الوحدات الشاغرة دكتور عاصم اللي 2 مليون اللي انت كلمت عليهم ما لم يكن فيه يا جماعة قانون يخلي الناس تنسى ثقافة الخوف على الوحدة السكنية اللي ممكن تديها لحد هتفضل الفكرة دي غير قبلة للنجاح مخبرة لك يا دكتور مصطفى لأن تشكل ثقافة خلال السنين اللي فاتت الخوف على الوحدة السكنية ليه لأن طبعاً المحامين والقضاء والقوانين كانت بتبقى ثقاف دائماً عقب ما بين إحساس بالاطمئنان الشديد لصاحب الشق أو صاحب البيت وبالتالي هو بيفضل إن هو اللي يباحها أو يقفلها يقول لك أنا أخد مثلاً إيجار 500 جنيه ولا ألف جنيه في الشهر لمدة سنة ولم يجي ما يدفعش أو لو يجي نقول لك أنا أعيزها ما يدهنيش طب خليها أحسن بنقسل ألف جنيه كده يعني ما لم يكون فيه قانون قوي حاسم سريع للموضوع ده حتفقد لتنين مليون